للمزيد من التحليل ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية ونائب مدير مركز دراسات حوض النيل بجامعة القاهرة دكتور أيمن بداية كيف تقيم التجربة السودانية في مكافحة الإتجار بالبشر يعني هذا المؤتمر يأتي في وقت تتلقى فيها السودان إشادات دولية عدة لنجاحها في هذا الموضوع يعني بالرغم من أن الوضع الأمني في السودان ونتيجة لوجود العديد من الصراعات في بعض المناطق مثل درفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بما يماهد أو يفسح المجال أمام ظاهرة الإتجار بالبشر إلا أن سلطات السودانية تبزل جهدا مقدرا من أجل مواجهة هذه الظاهرة سواء على مستوى التشريعات من خلال إصدار قانون الاتجار بالبشر الذي رفع عقوبة هذه الجريمة إلى حد الإعدام أيضا هناك مسألة تكوين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والاجتماعات الإقلومية التي تعقدها الحكومة السودانية مع اللجان المماثلة في دول القرن الأفريقي بالذات وأيضا التواصل السوداني مع الاتحاد الأفريقي ومع الاتحاد الأوروبي ومع الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة من أجل مواجهة هذه الظاهرة كل هذا جعل حتى الولايات المتحدة الأمريكية رغم بعض الملفات الخلافية التي بينها وبين الحكومة السودانية تقدم العون وتشيد بالجهود السودانية في مجال مكافحة تجريمة ومتالي إلى أي حد اليوم هذه الآلية التي تتبعها السودان يمكن أن تعمل في دول أفريقية أخرى ما الفرصة من أن يتيح هذا المؤتمر أيضا تطوير الآليات الأفريقية لمواجهة الإتجار بالبشر؟ هذا المؤتمر عقد خصيصا لسد بعض الثغرات في آليات مواجهة ظاهرة الإتجار بالبشر من أهم هذه الصغرات مسألة الحدود المسامية أو النفاذية عدم القدرة على السيطرة على حدود الدول الأفريقية ومسألة عدم التعاون والتنصيق بالشكل الكافي فيما بين الدول الأفريقية خاصة اللجان الوطنية المعنية بظاهرة الإتجار بالبشر وبالتالي هذا المؤتمر يؤقد من أجل سد هذه الصغرة من أجل منع المعبيرين من التقال عبر الحدود الأفريقية هل يمكن أن يعالج ملف الإتجار بالبشر دون معالجة ملف الهجرة والنازحين موجات النزوح الجماعي الحاصلة ألا تعرض الكثير من هؤلاء إلى الوقوع في شبكة الإتجار بهم إلى أي حد هذه الملفات كلها اليوم التي فرضتها الظروف والحروب السياسية مرتبطة ببعضها البعض بالطبع مسألة الإتجار بالبشر هو عرض لبعض الأسباب الأخرى منها الصراعات والحروب الأهلية المنتشرة في الكارة الأفريقية ولا يمكن بأي حال القضاء على الظاهرة من خلال التعامل مع الأعراض فحسب لابد أن نتعامل مع الأسباب الجزرية التي أدت إلى نشأة هذه الظاهرة أهمها الفكر طبعا مواجهة الصراعات والحروب الأهلية مسألة تعاون الإبليم مما بين الدول الأفريقية وبعضها لكن في تقديري أن هذه الظاهرة تقتضي معالجتها تكامل الجهود بمعنى أن لا تقتصر الجهود على دولة أفريقية أو حتى الدول الأفريقية وبعضها لابد من تكامل جهود الأمم المتحدة مع الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأفريقي سواء على المستوى الاستراتيجي أو التنصيقي أو التشغيلي أيضا شكرا لك دكتور أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية ونائب مدير مركز دراسات حوض النيل بجامعة القاهرة